ازايكم عاملين ايه معكم اندرو فريد من مايا وزاندرو? تمام? هنبدأ انه بدلوقتي نعمل الشكل دوت بالتجعيد اللي جوه دي او بالنحت اللي جوه ده. ازاي همشي بالنظام دوت? بجيب سيلندر عادي وابتدي اختار له من هنا. تمام? انا عايز الشكل من فوق يكون بالمنظر ده. وهحاول اخليه بقى شفاف شوية. وامسك الصورة دي في اقلل اضاقتها حاجة بسيطة. تمام? وبقى عندي المجسم دوت. هعمل له لغاية ما يوصل لمستوى اللي انا عايزه. بعد كده همسك ديت وهمشي على المنظر اللي جوه. بالشكل دوت كده همسك طبعا كل ده. هدخله جوه. واخش بيه جوه واكش تانية واخش بيه جوه كده كمان شوه. لو بحسنا انا انا هدوس على رقم تلاتة هلاقي المنظر كده. وهدوس على نقطة واعمل خفيف في كل الاتجاهات. ممكن اعمل من النص عشان تبقى ضك. اعمل خفيف كده من كل الاتجاهات. كده اعمل الموضوع لطيف الى حد ما اجي. طبعا احنا هندايق هنا دايت كده. عشان اوصل في النص في المنتصف من هنا. وهنبتدي نعملوه تانية. ليه? علشان خاطر يعني قبل منزل هقوم جايب من المنتصف واقوم داقيقة كده. وامشي برضو على الدايرة لجوه دي. ليه حطيت هنا في النص? عشان خاطر اقدر اعمل الدورانة اللي هتشوفوها دلوقتي. اللي هي تبقى كده. وهدوس على دي كمان عشان اخد دي معاها. طبعا هعمل على على كل ده. والغي دول. بماسك بس الدايرة لجوه دي. واعمل لجوه. واحد في اتنين. ممكن ابتدي امسك احاجة زي كده. والف كده دايرة ميدور. واعمل له بيفل. دابل كلاك بلاي. اعمل بس من هنا. دابل كلاك بلاي. هده اياه على عندما اقدر. بالفيسز اقوم مسك كده. وهنزل حاجة بسيطة خالص. تمام. عشان اضمن ان الجزء اليمين قد جزء الشمال هتدي هشوف اني الجزء شكله احلى. يعني انا لما اعمل مسلا كده. اني جزء شكله قلطف. ده لازم انا اعمله. قبل ما اعمل دوت بس هو نقي اني جزء قلطف. همسك الفيسز من هنا كده. وهطلع بها شوية الفوق. تانية. وامسك الفيسز اللي في الاتجاه دوت. وهطلع بيهم لبرا. الاتجاه ده مسلا انا شايف ان هو يعني الاتجاه ده قلطف شوية. من الاتجاه ده. ممكن نمسح ده. لان لازم الاتجاهين يكونوا زي بعض. مينفعش يبقى فيه بينهم اختلاف. ممكن نلغي دي بقى كده دلوقتي خلاص. تمام كده خلاص هنعمل بقى ايه للاتجاه التاني. بالسالب كده بالزبط. وبقى الاتنين زي بعض. قبل ما اعمل مفروض بس اتأكد ان هو ده على ده. بنلغي دي ونشغل نفعل دي. وندوس وبتدي امسك من كل الاتجاه ده. طبعا عشان خاطر يجيب لي الاتنين اللي الجانبوا بعض اللازقين في بعض قوي. ونعمل نضموهم على بعض. وبعد كده هعمل وهتأكد من اي كده همسكهم من غير وهشد. لو لحموا مع بعض يبقى انا كده اشغل صح. تمام? لو جيت وعملت دعم لقيت اللفة بتاعتها ماشي صح. هيبقى انا كده اشغل صح. تمام? كده قبل ما اعمل حاجة هبتدي امسك بس الفيسز من هنا عشان خاطر ازبط المنطقة دي. تانية وهنزل كده. تمام يا شباب احنا هنغير بس مصار ديت كده لهنا عشان خاطر تبقى اغداء شكل رباعي شوية يعني بدلا ما الاتنين اغدين من هنا لأ انا اخد واحدة من هنا واحدة واحدة من هنا. هفتح طبعا كده خارجيا برا حاجة بسيطة وهطلع يعني ممكن لأ ازود كمان حاجة بسيطة وكمان كده وهطلع بيهم لفوق كده. تمام? النص وضايق. تانية. خلي براكم الاكسترود هو يعتبر هو ده اللي هيعمل الموديل بتاعنا. هتلاقيت حاجة بسيطة خالص وانزلت وهي هعمل الاكسترود الاخيرة اللي هتخلينا خلاص كده شبه الموديل بتاعنا عجب اللي خلاص. طبعا عاملنا زي ما انتم شايفين بديفيجن قليل جدا. طب الكليك زي ما عملنا فوق. تمام? دلوقتي كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نعمل المنظر ده كده. فهنيجي هنجيب اه مسلا كيوب عادي خلص او ممكن ما نجيبش كيوب بنعمل حاجة تانية. هنبتدي بقى نعمل ايه? التشريح. نقسم كده. بالشكل ده. فكل ده مسلا احنا عايزينه فهقوم جاي قسم دي مع دي. مع دي. واسيب كل ده عادي. هماشينا على الخط ده. هكمل هنا كده. بعد كده هرمشي كده. يبقى دي مع دي. طيب انا ايه اللي عملته? لانا هاخد النص دوت كده اقول له مع السلامة. واخد الجزئين دول نفس النظام. هنعمل الجزء الى بره كده. اكسترود. واطلقنا بحاجة خفيف. هنعمل اكسترود كده وهنخشه جوه. وهنجيب من المنتصف وينديق شكرا. اشتركوا في القناة كده اعتبر خلاص الكنزة بتاعنا ده كده خلص. هننسك الاثنين ونعمل لهم سموز خلاص بقى الفاعلي الاساسي. طيب يا شباب دلوقتي هنعمل بس فرد دوت عشان خطر نقدر نعمل بتاعنا. انا ببص كده على الصورة دي فهحاول اخدها زي طيب بتاعي فيه من هنا معدن ومن تحت معدن وفي النص اللوجو او اللي انا بعمله الاعلان دوت. تمام? طيب. انا عايز دلوقتي اعمل نفس الكلام ده هنا. فانا لو دست على دي ودي كده ورحت ادعيس كومباين. زي ما متعودين بنعمل هنتفرج كده على المنظر عامل ازاي? تفاهمين حاجة كده المنظر مش متقسم صح لانا محتاجة جزء اللي فوق ده معدن والجزء اللي تحت اللي هو من ده هيبقى معدن والرسمة تبقى هنا. فكده الموضوع مش سليم. الحل في دوت ايه هنتعلم طريقة جديدة في فرد عشان خاطر اقدر اعمل المنظر اللي انا عايزه. طريقة جديدة دي ايه? انا ببص على بتاعي بالشكل ده. تمام من هنا كده. واقول له واخد على يعني خد للمشهد ده ارمه لي جوه في فهبص لقيه خده رماج جوه هنا. هحتاج ايه تاني? هحتاج اقطع بقى. اقص الموضل بتاعي عشان خاطر اقدر افرد اللي انا عايزه بعد كده. هقص ازاي? انا ممكن هنا. واقول مسلا ان انا هاخد من هنا كده. فانا عايز الدايرة دي. فلو اول ما عملت عليه هنا ظهرت لي هنا. واول ما ظهرت هنا. خلاص انا كده ممكن اعمل من هنا كده. تلاقي ده مجسم وده مجسم تاني لوحده خالص. حاجة تاني. نعمل نفس الحركة في الجزء من تحت. انا عايز يبقى اخره فين? انا عايز يبقى اخره مسلا مسلا هنا. في الجزء بتاع الميلان اللي تحت دوت. زي ما هو هنا كده. في الجزء الميلان كده. فبقى عندي الجزء اللي فوق ده الواحده وجزء اللي تحت ده الواحده. اخر حاجة هعملها اللي انا حابب اعمل الفرد بقى افرد دوت عشان خاطر قدر احط فيه صورة براحتي. هفرده ازاي? هيجي مسلا من ورا كده اتجاه احتمال كبير ما يبانش منه التصوير بتاعي او ما يبانش منه لانه هيبقى القطع بينه. فهاجي اقص كده مصر. هياخد من اول هنا. اول ما انا ما قطعت من فوق. لغاية الاخر خالص. فقطعت من تحت. بقى الطول ده كده. واعمل له بعد كده ايه اللي هيتم? امسك بقى بالتشل. وامسك ديت. واعمل له من هنا كده. من ال اعمل له ازهر لي ده كده. هو بيعمل اهو. بقت موجودة قدامي بالشكل. اقول له فقسم هالي. عشان يفرد هالي على فور كي. فرد هالي على فور كي. واصغر شوية عشان ابعد عن المسافات التانية. واخش على المنظر اللي بعده. بس في نخليها هنا كده واحد عشان يمشي لي بالكامل. وجي هنا اعمل كده. نمسك الجزء ده. ونعمل برضو نفس الحركة. فرد هالي هنا كده. ونشوف هنا انا عمل له الاوتوماتيك هيقسمها لي بالشكل ده. فانا عايزها كده. انا عامل الحركة دي عشان المنظر ده يبقى بالشكل ده قدامي. طب لو انا عايز اواصطانها يعيد لي يعني اواصطانها صح حلو. امسك بال وامسك الجزء ده من النص. او امسك الجزء الاطول. يعني الجزء ده كده. تمام? ومن هنا كده نجرب نواصطانها. تمام? اتفردت هنا بشكل يعني بقيت متواصطانة اكتر. تمام? وهاجي هعمل نفس الحركة هنا. عشان تبقى زهرة قدامي بس كده تديني الفيو من قدامي. واوتوماتيك متعلي اوتوماتيك اصلا مش هقسمها على كده. لا قسمها دي شوية. كده بقت متقسمة خلاص. مش نقصنا غير حاجة واحدة بس. مش نقصنا غير الجزئية دي. دي على طول انا هعمل لها اوتوماتيك. مش محتاج ان انا اقلعب فيها. كنترول L وصغر. وخليها رقم اربعة. نعمل لهم كلهم كومباين. ايكسبورت اسكتوب على كن. كنز. درس النهاردة خلص. شكرا جدا ليكم وشكرا لم طابعتكم. اللي حابب يشوف فيديوهات تانية جديدة يدو سبسكرايب عشان يوصل لكل جديد. كان معاكم اندرو فريد من مايا وز اندرو مع السلامة. اشتركوا في القناة